موسيقى حالة الانضباط اللي وجدت في السنوات الأكيرة بسبب وجود المجلس الأعلى للإعلام أمر مهم جداً وده الأساس اللي كل شغل للمجلس الأعلى موجود عشانه وعلى هذا الأساس كل الناس منضبطة وملتزمة احنا تقدمنا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكافة الأوراق المطلوبة عشان ننطلق بالشكل الرسمي ان احنا نكون موقع ومناصة فولو اي سي تي اول مناصة للاقتصادية رقم في الوطن العربي كان عندنا كونسبت مختلف ان احنا ازاي نمزج ما بين التكنولوجيا وادواتها وازاي تخدم على الاقتصاد في قطاعاته المختلفة زي القطاع العقاري قطاع الاتصالات ريادة الأعمال قطاع البنوك فقدرنا نعمل كونسبت جديد للاقتصاد الرقمي نهاردة بصراحة انا شايف ان دي زي ما يقولوا كده مثابة عرص إعلامي زمان كان الحصول على ترخيص لصحيفة او موقع كان شيء اشبه بالمستحيل النهاردة زي ما احنا شايفين الحمد لله اكتر من صحيفة وموقع وقناة حصلت على الترخيص ده شيء عظيم جدا وبيؤكد على قد ايه مصر مهتمة بتقنين الاعلام انه يكون ماشي في الطريق الصحيح المجلس على تنظيم الاعلام من اول ما تأسس وهو بيعمل على تقنين اوضاع الصحافة الورقية والمواقع الالكترونية طبعا كان فيه في خلال الفترات اللي فاتت كان فيه يعني بعض المشاكل خاصة بالمواقع الالكترونية فده موضوع التقنين عمل ان اصبحت الجرائد والصحف والمواقع الالكترونية اللي موجودة عندنا بتبقى تحت رعاية المجلس على تنظيم الاعلام ملتزمة بالضوابط والاكواد القانونية الترخيص ده بمثابة يعني كبلة حياة للزملاء اللي موجودين في المواقع الاخبارية والقنوات لانهم بيحسوا بامان اكتر بيحسوا ان فيه الدولة بتدعمهم المجلس العالم بيدعمهم طبعا احتفالية مميزة جدا يعني 80 صحيفة وموقع الالكتروني وقانوات فضائية عدد كبير جدا وده معناه ان ده بيسر العمل المهني والعمل الصحفي والعمل الاعلامي عدد كبير وده تنوع وده مهم جدا موضوع الرأي والرأي الاخر اشتركوا في القناة